طبعاً يعني إحنا الحمد لله عرض كويس ونتيجة كويسة خارج ملعبك كسبت الثلاثة أهداف ولكن أنا اللي قال لي تحفظ برضو الفرحة ما تبقاش كبيرة قوي ليه؟ لأن لو قيمنا الفريق الليبي يمكن إحنا الدينالو المنتخب الليبي الدينالو أكتر من حقه قبل الماتشات فريق طبعاً أخوة أشقاء ولكن فريق يعني من الناحية الفنية ومتوسط فبرضو الحمد لله أن إحنا قدرنا نكسب الماتشين نتصدر المجموعة دي كلها مكاسب كبيرة جداً ولكن المرحلة اللي جاية والمباراة بإذن الله بعد ما نتصدر المجموعة ونلعب المباراة الحاسمة لازم يكون لها اعتبارات تانية تأكيد وتجهيز تاني مظبوط وأهم حاجة في القصة هو تغيير رتم اللعب بتاع اللعبة بتاعنا إحنا برضو رتم اللعب بتاعنا أنا بقول عليه رتم بتاعه هو رتم السرعة بتاعة اللعبة سرعة التحرك سواء بكورة أو من غير كورة ما وصلناش لدرجة المحترفين وخلي بالك يا أحمد نقطة مهمة جداً صلاح يمكن من أكتر الناس اللي هتعاني من حتة الرتم اللي أنا بتكلم عليها أن الرتم مش سريع صلاح واخد في الدوري الإنجليزي أنه هو بيلعب كل حاجة بسرعة الدوري الإنجليزي أي لعيب كورة الكورة بتقعد في رجله مش أكتر من خمس ثواني ولازم يكون اتصرف فيها فطبعا عشان يتصرف فيها يبقى لازم الناس بتحرك برضو بسرعة عشان يلاقي حلول يقدر يباس الكورة صلاح مش لاقي دي هنا اللعب بطيق شوية عشان كده يمكن مش قادر يتأخلم صلاح ليفر بول مش ظاهر مع منتخب مصر بالضبط يمكن اتكلمت على ده في المتجر دي من أهم الأسباب ومش صلاح بس أوباما يانج في الجابون نفس مستوى صلاح ونفس الصورة اللي بيظهر بها صلاح أوباما يانج مع منتخب الجابون نفس الكلام مش لاقي نفسه ليه؟ الرتم أبطأ من اللي هو متعود ان هو بيلعب عليه مصلاح نفس الكلام يمكن الكورة الوحيدة اللي صلاح مبارح لعبها بالرتم بتاعه اللي هو السروب واصل اللي اداد رمضان صبح وجاب الجون التالي استلم مشي باصة على طول مفيش في 3-4 ثواني إنما لما الكورة بتجيله وبيقف وبيستنى والناس محدش بيتحرك وبعدها عشان يلعب هو بيطلع برا الموت بتاعه طيب السؤال المهم هنا الأداء اللي احنا شفناه مبارح أنا مدرك تماما إنه مفيش أي مدير فني ممكن في مطشين وفي أسبوعين 3 حتى يقدر ينقل فكري ويحفظ صريقة ويكتشف قدرات لعبته ويحط خطة مناسبة لكل لكن في النهاية اللي احنا شفناه مبارح نقدر نقول إن إحنا إعادة اكتشاف أو بداية اكتشاف لشخصية وهوية المنتخب المصري اللي افتقدها لفترات طويلة جدا ولا الأداء جي بالصدفة نتيجة الظروف وسير المباراة ومستوى المنافس لا هو الأداء مجاش بالصدفة هو زي ما انت قلت الوقت وصير على كيروش إن إحنا نقدر نحكم عليه كفكر واللعيبة بتنفس فكره ولا لسه